السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز فهذا الفيديو ان شاء الله رح تطرق الى شرح تطبيق لاسترجاع الفيديوهات المحدوفة من خلال هاتفك الأندرويدة لقد وجدت التطبيق جد رأي يا أخواني الكرامة من خلال هي يمكنكم من استرجاع الصور الفيديوهات المحدوفة بالغلطة فهذا التطبيق لا يمكن استرجاع الفيديوهات القديمة أو بعد الفرماط الهاتف فلا يمكن استرجاع الفيديوهات بعد الفرماط إن قمت بفرماط الهاتف فلن يسترجع تلك الفيديوهات فقط يسترجع الفيديوهات الحديثة يعني الجديدة التي تم حذفها من داخل هاتفك المهمة إذا كنت تريد معرفة هذا التطبيق كل ما عليك فعله ومتابعة هذا الفيديو إلى آخره وإذا كنت أول مرة تشاهدون هذه القناة المرجودة للزر ثم الضغط للزر الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد حول هذه القناة وأيضا لا تنسوا الضغط للزر لايك للفيديو تشجيع لنا لنستمر في تقديم لكم الجديدة إن شاء الله ننأطول عليكم فلنبدأ على بركة الله انتظرونا بعد هذا الفاصل القسار مرحبا يا شباب قد أدت أليكم من جديد نعم هذا هو التطبيق اسمه فيديو ريكوفري بيطة سوف أدع لكم رابطة تحميل هذا التطبيق أسفل هذا الفيديو فبعد تحميله نقوم بالدخول إليه ننتظر قليلا ثم نضغط لأوتوغيزي لنعطيها حق الدخول إلى الهاتف ثم نضغط هنا على بيه ولإسترجاع الفيديوهات المحذوفة فقط نقوم بالضغط هنا على هذه الخانة ميتود دغيسيبسيو هنا ثم نضغط على ديبت هنا ثم ننتظر قليلا رأيت ما يتم البحث عن الفيديوهات المحذوفة على هاتفنا فكما قلت لكم في بداية الفيديو أن هذا التطبيق لا يمكنه استرجاع الفيديوهات إن قمت بعمل فورمات للهاتف فإذا قمت بفورمات للهاتف فلا يمكن استرجاع تلك الفيديوهات هناك تطبيقات أخرى يمكنه يمكنها استعادة الفيديوهات أو الصور المحذوفة بعد الفورمات لكن لم أجدها تقريبا استخدمت كل التطبيقات ولم تنجح معي فقط يتم استرجاع الصور الحديثة يعني الحصرية فكما تروا لقد تم انتهاء من البحث عن الفيديوهات المحدوفة نضغط على هذا إعلان نقوم بحد فيه ثم نضغط على لقد تم إنشاء ملفه وتم وضع فيه الفيديوهات التي تم حدفها من خلال هذا الهاتف نقوم بالضغط على ثم ستوجه بنا إلى مذكرة الهاتف ونجد هنا هذا الفيديو عفوا هذا المجلد All Recovered Video نقوم بالضغط عليه وسوف نجد الفيديوهات التي تم استرجاعها من خلال هذا التطبيق فكما ترون هناك العديد من الفيديوهات لكن ليست القديمة فأنا قمت بعمل فورمات للهاتف من قبل ولكن لم لم تعد الفيديوهات لم يقوم باسترجاع هذا التطبيق وإن وجدت التطبيق يمكن استرجاع الفيديوهات والصور من الهاتف بعد الفورمات فلن أتردد في إنزال لكم الشرح لكي يستفيد الجميع المهم فكما ترون هذا التطبيق قام باسترجاع عدة فيديوهات قمت بحذفها من قبل فكما ترون فهي فيديوهات تعمل كلها بسيغة تضغط على أي فيديو قمت باسترجاعه تضغط عليه ثم تضغط على سوف يعمل هذا الفيديو المهم يا أخواني الكرام إلى هنا وانتظر الدرس وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله